السلام عليكم مشاهدي ومتتبعي قناة نهار أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة سجلت سونالغاز خلال الأسابيع الأخيرة ذروة تاريخية لاستهلاك الكارباء وصلت لأرقام قياسية في مدة زمنية متقاربة فكيف تتعامل سونالغاز مع هذه الحالات الاستثنائية؟ ما هي المكاسب والنقائص المسجلة؟ وأي استراتيجية لاحتواء تحديات الذروة خلال الصيف ومستقبلا؟ مشاهدي الكارم للحديث أكثر حول الإنتاج النقل التوزيع الكهرباء وكل ما هو موجود من إجراءات وتدابير من أجل توزيع الكهرباء لكل الجزائرين أسعد باستضافة السيد نواصري خالد رئيس المدير العام لسونالغاز إنتاج الكهرباء أهلاً ومرحباً بك معنا سيد نواصري أهلاً أخي ياسين شكركم على الاستثناء العفو كذلك أرحب بالسيد سالمي نوردين المدير العام لسونالغاز توزيع الكهرباء والغاز أهلاً ومرحباً بك معي سيد سالمي أهلاً وأهلاً بالمشاهدين شكرنا استضافة العفو كذلك أرحب بالسيد يوسفي نبير الرئيس المدير العام لسونالغاز نقل الكهرباء أهلاً ومرحباً بك معنا سيد يوسفي أهلاً سيد ياسين وشكراً على الحسن العفو عفو مرحباً بك كذلك أرحب بالسيد معزيز سيد علي الرئيس المدير العام لمسير المنظومة الكهرباء أهلا ومرحبا بك معنا سيد دهديد مرحبا بك سيد ياسين وشكوركم على استضافة العفو مرحبا بك ونبدأ ربما بالإنتاج نبدأ معك سيد نواصري الجزائر كما قلت في المقدمة سجلت يعني ذروة استهلاك قياسية لم يسبق لها مثيل ربما منذ الاستقلال فكيف يعني سيرتم هذه الوضعية وهل اليوم مؤسسات الإنتاج قادرة أنها تتحمل هذا النسبة من الاستهلاك شكرا الأخ ياسين يعني بادي نقدر نقول لكم بأن القدرة المركبة والاستطاعة الموجودة والمتاحة على مستوى المنظومة الوطنية من حيث وسائل الإنتاج تبلغ 25.380 ميجاوات منها أكثر من 350 ميجاوات من الطاقات المتجددة الباقي هي طاقات كلاسيكية موزعة على خمس شعب تكنولوجية وعبر أكثر من 57 محطة إنتاج عبر الطراب الوطني متاحة تمكن من تغطية الطلب مع احتياط اللازم ومع ضمن الالتزامات الخارجية فيما يخص إنتاج الكهرباء يسهر على تسير هذه المحطات حوالي 8000 عامل في قطاع الإنتاج كلهم كفاءة جزائرية 100% من خارجي سواء معه التكوين لصنع الغاز ولا الجامعة الجزائرية هذا يعني بخصوص يعني الوضعية يعني اليوم ما كاش حاجة يعني تدعو للقلع يعني الوضعية رهي تحت السيطرة قلت لك بأنه القدرة المركبة المتاحة تمكن من تغطية الطلب في الأقصى يعني الضروة الأقصى مع الاحتياط اللازم ومع ضمان الالتزامات الخارجية المؤسسة كل هذا بفضل المجهودات اللي بدلتها الدولة في السنوات الأخيرة بحيث كانت استثمارات كبيرة في مجال الكهرباء لمكنت أنه تكون عندنا قدرة مركبة كافية لتغطية الطلب الحالي وحتى المستقبلي إن شاء الله نعم هذا يعني بالحاضر المستقبل كذلك عندكم نظرة ورؤية بخصوص هذا الشيء أكيد لأنه فيهم مخططات طاويلة المادة مسطرة من طرف الشركة حاليا عندنا خمس محطات قيد الإنجاز والسادسة في طلب العروض يعني القدرة اللي راهي تحت الإنجاز حاليا حوالي خمسة ألاف وستمائة ميجاوات حوالي خلينا نقول ستة ألاف ميجاوات تقريبا مزاعة عبر محطة الجلفة اللي راهي قد الإنجاز محطة قايس في خنشلة محطة حاسرمن بولاية الأغوات ومحطة أوماش تلاتا بولاية بسكرار ومحطة مستغانم اللي موجودة في ولاية مستغانم نعم طيب من الإنتاج إلى النقل ربما نرحه لسيد يوسفي شفنا أمس تصريح وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب صرح أنه سيتم إعادة أو دعم تدعيم شبكة نقل الكهرباء هل عندكم خطة بخصوص هذا الشأن أو ما هي خطتكم من أجل تجسيد هذا الشيء بالفعل يجب أن يعرف المشاهد الكريم بأن نقل الكهرباء هي همزة وصل ما بين الإنتاج والتوزيع يعني هو كيف نقارنه بشيفة من المشاهد هو طريق سيار الكهرباء يعني لو كان في بعض الأعيان يكون عطب أو احتقان يعني كم يوم ما قطلوش نقلوها لذا يعني نحن كان فيه استعداد وتجهيزات للصائفة ولكن رغم هذا يعني كنا قمنا بعدد هائل من وضع حيز الخدمة ولكن عندنا مخطط عشاري إلى سنة 2032 ومخطط إلى سنة 2028 سوف ننجز أكثر من 205 محطة نقل بكل صناعة في التوطر يعني 400 كيلوفوت 120 كيلوفوت 60 كيلوفوت وأكثر من 12 ألف خطوط النقل يعني ثمن الاستثمار هذا يفوق 590 مليار دينار و 60% على الأشغال قد انطلقت والباقي سوف تنطلق أقصى تقدير قبل نهاية السنة وهذا بغض النظر كي تكلمنا أول مرة في تاريخ سونيرغاز نوضع 92 منشاعة من سبتمبر إلى 30 ماي وضعنا حيز الخدمة أكثر من 38 محطة نقل بكل أصناف تحا وضعنا 35 خطوط نقل للكهرباء حززنا القدرة الاستطاعة بعشرين محول كبير ضغط العالي إضافي إذن كل هذه الأمور يعني رغم قسوة الظروف بالنسبة لنا امتحان شبكة الكهربائية ونقدر نقوله يعني تجاوزنا الامتحان يعني بطريقة سليسة هل نفهم من تصريح يعني وزير ما قال أنه سيتم تدعيم يعني شبكة نقل الكهرباء نفهم أنه اليوم النقل هي نقطة الضعف نعم نعم يعني بكل صراحة نعم كان عندنا يعني تأخر في إنجاز بعض المنشآت وكان فيه يعني أثار لأن بيش يكون في أملكم شبكة نقل الكهرباء هي شبكة مترابطة ومتناسقة يعني عندما يكون عندي عطب في خطة وفي محطة ممكن نأخذ خطة مثل مثل طرق نعم يعني ولكن يعني فيه أماكن وإن كان عندنا يعني كان عندنا اعتراضات يعني 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 مشاكل يعني كان فيه اعتراضات وكان فيه يعني كيف نقوله بناء تحت الخطوط الكهربية لاحظنا لاحظنا عندنا منطقة الحراش بودوا ودرهيو يعني المنازل تحت الخطوط مباشرة وطيار عالي وطيار عالي وتعبنا وإرهقنا يعني كنا نبعث الفرخ كانت مجندة وحنا يعني الهدف تعنا الأول هو سلامة المواطن نعم طيب سيوسفي نروحو كذلك ربما ما لسيد سيد علي يعني اليوم انطلاقا من هذه الظروف الاستثنائية والذروات يعني الاستهلاك القياسية كيف تتعاملون يعني في صنر الجاز مع هذه الظروف شكرا سيد ياسين إذا كان سمحتوا لي أولا نعم نقدم يعني بعض المعلومات فيما يخص مسير منظومة الكهربائية هكذا لك المشاهد يفهم ما هي مهام مسير باختسار فقط باختسار فقط مسير منظومة الكهربائية هي شركة التي تسهر على تسيير الشبكة منظومة الكهرباء هي منظومة الإنتاج ومنظومة النقل حتى تصل إلى التوزيع فالظروف الاستثنائية التي عشناها يعني في الأيام السابقة نظرا للارتفاع الشديد للدرجات الحرارة اللي كان غير متوقع من طرف الجزائريين وصلنا إلى درجات قياسية أدت إلى ارتفاع في الاستهلاك الكهرباء حيث كما قال صيد نوسري تم تسجيل أرقام قياسية في الطلب هذه الأرقام القياسية أدت إلى تعبئة تعبئة وسائل الإنتاج بصفة مستمرة غير معتادة كما كان في السابق فنعطيك على سبيل مثلا مثلا مقارنة بالصائفة الماضية هناك هناك ارتفاع بنسبة 11% لذروة في الاستهلاك هذا ارتفاع يعتبر كبير مقارنة مع الارتفاعات المعهودة في الأعوام السابقة كيف وجهنا هذا الظروف الاستثنائية خاصة ذروات الاستهلاك القياسية ذروات بالتعبئات العامة وكذلك بإنشاء من طرف رئيس المدير العام لمجمع سونالغاز بخلية متابعة وخلية يقضى على مستوى المركز الوطني للقيادة المنظومة الكربائية وتحت إشراف المدير العام لمجمع سونالغاز كان هناك رؤوساء مدراء عامون حاضرين فيها النقل والإنتاج والتوزيع وتم التنسيق مباشرة وفي ظروف آنية للقيام بالتدخلات وأخذ القرارات اللازمة عند حدوث أي طارق قد يمنع من التزويد الأمن للشبكة الكهربائية سيد سيد علي هل كنتم تنتظرون ربما هذا الاستهلاك القياسي للكهرباء نحن في مسير منظومة الكهربائية نقوم بتنبؤات مسبقة لدراسة مستويات الاستهلاك في حاصة في فصل الصيف التنبؤات كنا تنبأنا لأن لما تصل درجات الحرارة مع نسبة معينة في الجزائر يكون هناك ارتفاع نظرا للاستعمال الهائل للمكيفات وسائل التبريد ولكن في هذه الصائفة هناك ارتفاع قياسي في درجة الحرارة أدى إلى زيادة في الاستهلاك ولكن على مستوى التزويد أو التوليد ما كانش هناك مشكل لكي نلبي هذه الذروات في الاستهلاك فهناك كان هناك تلبية بصفة آمنة وكذلك هناك كان فيها عندنا هناك احتياط لازم لكي نؤمن أي عطب على مستوى أي محطة والحمد لله قد جزنا هذه المرحلة بدون مشاكل من ناحية تسيير المنظومة الكرابية سيد علي تكلمت على نقطة مهمة تكلمت على دور المنظومة وتقولت أنه دوركم هو التنبؤ اليوم وصلنا الأزيد من 18 ألف ميجاوات هل تتوقع أنه مع الصيف يعني خاصة في أوت أو سبتمبر أنه إذا كان هناك ارتفاع آخر أو ارتفاع قياسي في درجات الحرارة فربما قد نحط أرقام قياسية أخرى من ناحية الاستهلاك كذلك نعم أقصى يعني النسبة يمكن أن تتحملها سونالغاز لا هو من جهة من جهة توليد نعم جهة توليد ربما نقول لك نقادرين باش نلبي ارتفاعات هذه حتى لو وصلت 20 ألف 21 ألف ارتفاعات الاستهلاك راح يكون عنده حد ما يحصل تجاوز هذا الحد هذا راح محدد عن طريق المكيفات الموجودة محزين المكيفات بصفة هائلة خلال هذه الفترة الزمنية التي ستكون منها الأد ولكن من هذه الجهة نطمئن مواطن أننا بإمكاننا من ناحية التوليد أن نلبي هذا الطلب بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نعود إلى ربما التوزيع مع سيد سالمي يقوله التوزيع هو واجهة سونالغاز يقوله هو الصح اليوم هل ممكن تقولنا كيفاش تعاملت مصلحة تكون مصلحة التوزيع مع هذه الظروف الاستثنائية وكيفاش حضرته خاصة لفصل الصيف فعلا سيدي هو ككل سنة فيه تحضير استباقي لدعم الشبكات وتأهيلها وتقويتها لمواجهة ارتفاع الحرارة في فصل الصيف وككل سنة فيه استثمارات بها المؤسسة لأجل ذلك في سنة 2023 فيه تقويت 3800 كيلومتر من شبكات الكهرباء فيه إنجاز 1100 مركز كهربائي جديد محول كهربائي جديد الاستثبار الإجمالي بالنسبة لسنة 2023 هو 15 مليار دينار جزائري بعد الفحص الدقيق لكل النقائص المسجلاء فيه كذلك برنامج استباقي بالنسبة لسنة 2024 حيث نتوقع إنجاز 7500 كيلومتر من الشبكات لتقويتها ودعمها من أجل استمرارية الخدمة العمومية كذلك فيه أكثر من 1500 محول سينجز سنة 2024 بالإضافة إلى كل هذا فيه برنامج صيانة سنوي نقوم نقوم به من أجل صيانة الشبكات تأهيلها وكذلك تقويتها لأجل مواجهة ارتفاع الحرارة في فصل الصيف فيه كذلك عمليات دقيقة نقوم بها مع مديريات الغابات ومديريات توزيع المياه هذا من أجل الضمان السيغ الحسن والتوزيع المياه بالنسبة للمواطنين وكذلك مع مصالح الغابات لتفادي الحرائق بالنسبة لكذلك إنجاز خنادق الشبكة الكهربائية لعدم إتلاف الغابات نعم ما هي ربما النقائص اللي تم تسجيلها بخصوص يعني التوزيع خاصة في الظروف الاستثنائية يعني اللي سجلتوها يعني وراح يكون فيها ربما تدعيم أو استثمارات من أجلها في الظروف الحالية حاليا لاحظنا في عدة مناطق خاصة في جزائر العاصمة لاحظنا أن هناك إنجاز مباني جديدة جديدة فوق الشبكات وتحت الشبكات وبمحاذاة الشبكات هذا كله أدى إلى تعطيل إعادة التيار الكهربائي في حالة حوادث في كذلك بعض شكاوي المواطنيين اللي أخذناها بأهل اعتبار وقمنا بالدراسات وحاليا سجلنا عمليات من أجل تحسين هذه الخدمة العمومية ولكي نوضع المواطن في أحسن تموين بالكهربا نعم طيب نعود أن نقول لك دائما ربما خصوص الإنتاج اليوم الإنتاج يعني الجزاء الحمد لله ربما 25 ألف ميجاوات هل فيه ربما استثمارات يعني جديدة مستقبلا مخطط لها نعم أكيد كما قالوا الإخوة سونالغاز تعمل وفق مخططات طويلة الأمد بخطط استباقية لمواجهة الارتباع المنتظر والمتنبأ للطاقة على سبيل المثال يعني باش نعطيه بعض الأرقام نعم مثلا في سنة الفين واثنين وعشرين درنا أكتر من الف وخمسمائة ميجاوات حيز الخدمة في سنة الفين وثلاثة وعشرين راح نديروا الف ميجاوات تقريبا حيز الخدمة في سنة الفين وربعة وعشرين راح نديروا الف وخمسمائة ميجاوات حيز الخدمة هذه جديدة يعني مشاريع جديدة المجموعة المشاريع المنتظرة حتى الـ 2026 التي هي قيد الإنجاز كما قلت لك من قبل حوالي 6.000 ميجاوات هذه بالنسبة للطاقات الكلاسيكية لكن كما شاهدت في 24 جوليا وصحفة كانت مدعوة لحضور فتح الأضريفة للمناقصات 2000 ميجاوات للطاقات المتجددة أكثر من 15 محطة مزاعة بالطراب الوطني وين شاهد فتح الأضريفة مشاركة معتبرة للشركاء وطنيين وشركاء أجانب مما يبين الاهتمام في هذا المجال تحت الطاقات ولكن هذا المشروع الأول من مشروع كبير تحت 15.000 ميجاوات للطاقات المتجددة من المنتظر أنه راح يمد دفعة كبيرة للانتقال الطاقوي في الجزائر في هزوج مشاريع يعني لها حتاني مقررة في هذه السنة يعني في سنة 2023 مشروع الألف ميجاوات سولار ألف ميجاوات لمقرر أنه في سبتمبر راح يعد بعده وفي نظامر إن شاء الله راح يكون مقرر كذلك مشروع وحد آخر لتلتة ألاف ميجاوات اللي راح يكسير يعني باش ترسلوا ستة ألاف ميجاوات ونظن بستة ألاف ميجاوات قدرة مركبة في مجال طاقات المتجددة نظن بني الجزائر راح يكون عندها مركز ريادي على المستوى الجهوي والقاري وكما قلت لك راح يعطي هذا دفع كبير للانتقال التقاوي في الجزائر من عند الطاقة نظيفة وآمنة ومستدامة نعم سين واسد في نفسي تكلمت على طاقات المتجددة يعني ما هي نسبة ربما مساهمة الطاقات المتجددة اليوم في الوقت الراهن في تأمين طاقة لحد الآن نعم يعني قلنا كعين من 25 ألف وثلتمائة ميجاوات حوالي 350 ميجاوات من طاقات المتجددة يعني بنسبة 1 بالمية 2 بالمية ربما من ناحية الانتاج تقدر تلحق الـ 1 بالمية من ناحية الطاقة أقل من ذلك أقل من ذلك ولكن بالمشاريع اللي راهي جاية النسبة تحتها في الانتاج رايحة تكون كبيرة بحيث تتساهم في اقتصاد الغاز الطبيعي اللي يمكن استغلاله في أمور أخرى وفي التصدير ما سيعود على المجموعة كلها بالخير الكبير نعم طيب سيوسف ما هو عدد الأعطاب اللي تم تسجيلها وعمليات الصيانة لأول فصل الصيف أو قبل فصل الصيف والله يعني من حيث العدد ما كانش فيه عدد كبير ولكن الأثر كان يكون فيه أثر تقريبا سجلنا بعض تقريبا 12 عطب كانوا مسوا بعض الولايات كان عطب عويس يعني حقيقة فيه مستغانم لأن مستغانم كان ربع خطوط يعني وقليل قليل يعني تقريبا باش يجيك يعني عطب في نفس الوقت في خط وبعد في الخط الثاني في الخط الثالث في الخط الرابع ناديرا 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 جدا ولكن في رقمت بها كان فيه عطب أيضا في نواحي طارف بن مهيدي بن مهيدي عزابة بن عزوز كاين عطب في فريحة في تيزي وزو ودرهيو نتيجة تتكلم في مناطق أخرى الجزائر العاصمة لأنه كان خط مهم جدا يعني ما بين بدواء والحراش صرا فيه قطع للطيار وعودناه كان في مركز تحويل مركز يرويبا كان بعض ولكن في المرات الأخرى صرا فيه تذبذو نتيجة يعني وصول المعدات إلى أقصى ذروة وقمنا بقطع طوعي احترازي للحفاظ على المعدات كان فيه يعني نتكلموا على منطقة عين نحاس عين صمارة عين باي في قسنطينا ممكن يعني ثاني ميلة فرجيوة يعني ولكن كان الفرق يعني تدخل الفرق وأيضا يعني نتيجة الحراق الأخيرة تسجلنا يعني ولكن تدخل كان سريع في منطقة بجايا درقينة سيديعيش أقبو والقل وكان فرق مجندة وتدخلوا في ظروف استثنائية كان عندنا عطب في خطرة 60 كيلو فولت ما بين محطة رمضان جمال والقل وتم إصلاحها في وقت خياسي ليلا يعني ناس اللي يعرفوا الخطوط الكهربائية تقريبا مستحيل ناس تخدم في الليل ولكن احنا هذا المرة عمال يعني نشكرهم نحيون عملوا في الليل يعني في الخطوط وإصلاح الخطوط نعم سيد سيد علي ربما قبل من طرح لك سؤال مشاهدي ومتتبعي قناة النهار فاصل إشاري ثم نواصل النقاش عود مشاهدي على كارم لاستكمال النقاش في برنامج تسأل تذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بالاستهلاك التاريخي والقياسي للكهرباء في الجزائر ما هي ربما النتائج المستخلصة ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف كل هذا مع ضيوفي على كارم سواء في النقل أو التوزيع أو الإنتاج ونعود الآن إلى السيد معزيز سيد علي لاستكمال النقاش اليوم المعطيات تغيرت تغيرت المناخية التي تحدث في كل دول العالم نمو ديمغرافي التي يزيد في الجزائر شفنا كذلك كينة ديناميكية بخصوص سكانات جديدة توزيع السكانات ربما كل سنة يكون هناك توزيع السكانات هل أنتم عندكم رؤية استباقية أو استراتيجية من أجل ربما توفير يعني الكهرباء يعني انطلاقا مع هذه الظروف معطاية شكرا بطبيعة الحال أي مخطط لتطوير شبكة النقل أو تطوير حضير التوليد يعتمد على تنبؤات مستويات الطلب على المدى نقدر نقول المدى البعيد على عشر سنوات وعلى كذلك تحديث هذه التنبؤات على المدى القارئ فهناك لدى سونرغاز نماذج تستعمل لإجراء هذه التنبؤات هذه النماذج تعتمد على ما هي العوامل المؤثرة في ارتفاع مستوى الطالب الكهربائي من بينها ارتفاع النمو الديمغرافي ارتفاع النمو الاقتصادي كذلك نخدمه بالعين اعتبار مثلا على مستوى السكنات ما هو عدد الأفراد موجودة في السكنات لكي نحدد كمية الاستهلاك بنسبة على المستوى الفرضي هذه العوامل المؤثرة في الاستهلاك تأخذ بين اعتبار وهناك نماذج يعني التنبؤات على الامد البعيد من خلال الخارجات هذه التنبؤات هناك دراسات لتقوية الشبكة الكهربائية والدراسة كذلك لما هي الكميات الكاباسيتي النساسار على المستوى البعيد من حيث التوليد هذا يسمى المخطط على عشر سنوات على مستوى منظومة الكهربائية وهناك مثلا تنبؤات من أجل الدراسات التشغيلية تشغيلية مثلا لدراسات التشغيلية للباساج دولتي هذا كل عام نقوم ب على مستوى مستوى المنظومة الكهربائية كيف سوف نعيش فصل الصيف من حيث الاستهلاك ومن حيث لكوفيرت هذا نقوم به بصفة استباقية ونقوم بما هي الإجراءات اللازمة نلازم نتخذها لكي نلبي الطالب الوطني بكل أمان الآن تنبؤات تعنا في لقمناها قلنا ربما نقدر نصل إلى مستوى 17 ألف أو 17 ألف و500 ميجاوات ولكن نظرا لهذه الظروف الاستثنائية فقنا هذا هذا المستوى وصلنا إلى 18 ألف ولكن من حيث السعة التوليد الموجودة حاليا ما فيش إشكال إذا كان ارتفع الطلب إلى مستويات أكثر من 18 ألف وخمسمائة ربما إلى 19 ألف يمكن تلبية هذا الطلب من ناحية الإنتاج بصفة آمنة طيب سيد سيد علينا أود إلى ربما عمليات التوزيع سيد سالمي العديد من الولايات سجلت مع ارتفاع الحرارة انقطاعات للكهرباء وحتى ضعف الطيار الكهرباء ليوصل العديد من الملازم ما هي الأسباب حقيقة هو أمام المنحنة التصاعدي باستهلاك الكهرباء المسجل منذ يوم 9 جولياء الناتج عن ارتفاع الاستثنائي والغير مسبوق للحرارة قمنا بتفعيل المخطط الخاص بتسيير الوضعيات الاستثنائية قمنا بتفعيل الخلايا خلايا المتابعة واليقظة على كل المستويات في كل الولايات في كل مديريات الوطن وكذلك على مستوى المديرية العامة لمؤسسة التوزيع هذا لضمان السيغ الحسن لشبكات وكذلك التنسيق مع المديرية العامة لمجمع سونالغاز اللي قامت بكذلك وضع خالية متابعة بترأسها سيد رئيس مدير عامة لمجمع سونالغاز وكانت كل هذه الخلايا باتصال مباشر مع السلطات العمومية سواء كانت محلية أو مركزية لمتابعة هذه الوضعية الاستثنائية في الحقيقة كذلك قمنا بتقويت ودعم كل مراكز تلقي المكالمات لأنه لأنه فيه تسجيل حوالي 9000 مكالمة هاتفية في رقم 3303 فيه حوالي 6000 عطب سجلة المستوى المنطنية فيه عطب فردي وفيه عطاب جمعية كل هذه العطاب أخرت من اعتبار وصلحت في وقت متقارب على كل حال فيه وضعيات وإن أخذت وقت وفيه وضعيات وإن وإن التصليح كان في الوقت نذكر هنا المواطنين بأن 90% من الشبكات الكهربائية للتوزيع هي شبكات هوائية 10% حوالي 10% باطنية هذه الشبكات الهوائية معرضة على كل حال لكل عوامل خارجية سواء حرارة أو أمطار أو رياح فيه انقطاعات سجلت سواء انقطاعات احترازية قمنا بها يعني ضروري في هذا ضروري للحفاظ على العتاد والحفاظ على المتلكات وفيه عطاب سجلت وقمنا بتصليحها بالنسبة لارتفاع في الاستهلاك وارتفاع في الحال على كل حال نقول باللي الشبكة شبكة التوزيع كانت في تجربة جدة وبينت تصديها وتجاوبها الإيجابي ورغم كل الإنقطاعات المسجلة التي نتأسف عليها لكل حال إلا أن الشبكة واصلت في موضع ووصلنا تموين كل المواطنين بالكهرباء بعض كذلك المناطق الكهرباء يوصل لهم بالتناوب مثلا بلدية اليوم عندها بعدها تقطع عليه تروح البلدية أخرى لماذا يتم الاعتماد على هذا السياسي التناوب في توزيع الكهرباء قدنا قدنا أنه في بعض الحالات قمنا بقطع تحفوظي تحفوظي القطع التحفوظي ما خلناش في منطقة معينة سائر بعض العائلات خاصة الأجهزة الكهرباء منزلية كيف ربما تتآملوا مع هذا الناس هو فيها لكل حال اتفاقية بين مؤسستنا ومؤسست التأمين الشبكة كلها المستوى الوطني مؤمنة حاليا أي عطب يسجل أو أجهزة كهربائية تسجل يعني إتلاف خسائر المواطن من حقه والزبون من حقه أنه يسلمنا ملف في أجهزة معينة نحن نقوم ب اكسبرتز نصنبه ونقوم بل العطب بسبب انقطاع أو بسبب ارتفاع التوتر ونقوم بتسليم هذا الملف إلى المؤمن لقوم بتعويض المعني هذه الإجراءات الحالية ولكن فيه إجراءات مستقبلية نحن الآن في إطار تحضيرها يعود الموزع مؤسستنا هي اللي تعوض الزبون مباشرة مباشرة باش نخلي الزبون من من الإجراءات الإدارية اللي بنا وبن نحن طيب ما هي ربما ظروف هذه الاستثنائية أكيد تجربة بالنسبة لكم في مجمع سونر ما هي ربما النتائج المستخلصة أو العبرة المستخلصة يعني من هذه الظروف الاستثنائية شكرا يا سين هي أولا ما زال ما خلاص فترة الصيف باش نقوم بحصيلة كلية وتقييم كامل للأداء تاع كل وحدات ولكن نقدر نقول لك يعني من الأمور الإيجابية اللي شفناها لحد الآن هو تجند تجند تنسيق سرعة الأداء بالنسبة للعمال تاعنا في مواجهة الظروف استثنائية غير مسبوك بالنسبة لمحطات الإنتاج محطات الإنتاج تاعنا لموجودة في الجنوب تاع البلاد هي محطات تم تصميمها على أساس درجات حرارة عالية ليمكن أنها تستمر في درجات خمسين درجات كان أداءها ممتاز وفق ما هو مصطر له الآن ندرس التشغيل لإصراف المحطات الموجودة على الساحل لأنها لأول مرة نوصل لدرجات حرارة مستمرة لقاعدة فوق الخمسة حتى الخمسين درجات وراح نقوم بتقييم باش نخرج بخطوط لتحسين الأداء التحالي لأنه شاهدنا في بعض المحطات أنه تكنولوجيا لما الحرارة تلحق الخمسين فيه فقط بعض من الطاقة بين 8% إلى 10% لأنه كما كان يقول أخ نوردين المحافظة على العتاد تولي أولوية للمشغل الشيء على الأقل شفناه في الإنتاج لما كانت فيه خالية يقضاء في المسير المنظومة الطاقوية كان فيه سرعة لأخذ القرارات اللازمة بالتنسيق وكان فيه الميتشياليزاسيون برسورس اللي خلاتنا نسجل إعادة تشغيل يعني في الأعطاب الطاففة اللي شفناها احنا في الإنتاج يعني الأعطاب كانت تصليحها بين 40 دقيقة حتى الساعة يعني معدل وهذا معدل يعني نقدر نقول بأنه معدل اللي ممكن يضايح حتى المعدلات على المستوى العالمي من ناحية سرعة إرجاع الوحدات للشباكة هذه الدروس الأولية وكما قلت لك الآن نسابق الأول وانا ندره تقييم كامل نظن بعد نهاية السيف راح يكون فيه تقييم كامل وراح تكون قرارات وخطة عمل اللي تسمحنا باش النقائص اللي شفناها نسلحوها ونحضروا يعني الصائفات الجايين باش باش هاد الأمور نتفادوها نعم طيب نقول لسيدة يوسف دائما بخصوص النقلة هل تم ربما تسجيل خسائر أو سقوط ربما أبراج يعني انطلاقا من الظروف الاستثنائية سواء الحرائق أو حتى موجة الحر لا والله الحمد لله يعني لم يسجل هذه لا سقوط أبراج ولا حرق لم تتأثر يعني كان فيه مشكل في كوابل النقل وقعت لها تأثير من نتجة الحرارة يعني تفقد المواصفات تقنية تحها يعني تم تبديل حوالي ثمانية كيلومتر من خط رمضان جمال القل بصفة حفظية لأن عندما يعني الكابل الهوائي يفقد المواصفات تقنيتها ولكن المسجل يعني 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 عطب يذكر في هذه نعم استثمارات فيه استثمارات جديدة ربما درت فيه استثمارات يعني معظم يعني استثمارات مجمع سون الغاز موجهة لشبكة نقل الكهرباء وكان فيه استثمارات يعني يجدر الذكر بها مثلا كان فيه مركز ربعة مئة مئتين وعشرين كيلو فولت فيه لاربعة فيه محول ضخم ثلثميات ميجا فولت أمبار أول مرة الجزائر العاصمة تأخذ الكهرباء من شبكة ربعمائة كيلو فولت وكان فيه نجاز فيه ظرف واجيز خطين باطنيين ما بين الأربعة واحد الحرس واحد وهذا اللي كان عنده دور كبير فيه تعزيز تغذية العاصمة نعم نود سيد سيد عالين تكلم على نقطة مهمة بحكم أنه ما عندكم علاقة كذلك بالإنتاج عملية تصدير خاصة نحو تونس انطلاق هذه الظروف الاستثنائية وموجة الحر والذروة الاستهلاك هل تأثرت هل ارتفعت هل انخفضت مع تونس هناك يربطنا عقد تجاري لتزويد الشبكة تونسية بالطاقة الكهربائية فالتزويد يتم عن طريق كل يوم عن طريق الطلب من طرف من طرف تونس برنامج برنامج تزويد يحدده الطرف ثاني هو طرف تونسي فكلما طلب يعني الشبكة التونسية مسؤولي على الشبكة التونسية فهناك كانت تلبية تلبية هذا الطالب خاصة وهذا الطالب ما تأطرش في أوقات الذروة لما وصلنا إلى مثلا الذروة 18 ألف كان فيه هناك احترام للتصدير إلى الشبكة تونسية يعني ما تأثرتنا ربما 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 إذا كان هناك حدث طارئ كبير ربما قد نضطر إلى تخفيض هذا وهذا موجود في العقد بين الشركتين يعني بين الشركتين يتم تلبية هذا الطالب يوميا عن طريق برنامج يومي يقوم به مسؤولي على الشبكة التونسية ويتم دراسة هذا الطالب وتلبيته هو الطالب يجي في يوم الجورجي هو الجورجي بلسا نركحنا هذا فيه برمجة للتزويد ولكن خلال فترة زمنية هذه ما كانش فيه تأثر يعني لتزويد تونس بالكهرباء يعني كان فيه تزويد عادي وما بدون حتى في الذروى بعد الأيام نقصنا في مستويات طلب نقصنا في مستويات طلب هذا لإجراءات أمنها إجراءات أمنها لشبكة للمنظومة الكهربائية إجراءات أمنها نقصنا سليم نعم سيد سلمي نعود ربما الحرائق الأخيرة التي سجلتها العديد من الولايات سواء في الشمال أو الشر هل سجلته ربما خسائر نعم سيدي في الحقيقة الحرائق سوشيلت في 31 بلدية في ثمن ولايات كانت فيها قطاعات بالنسبة للستة وربعين الف وخمسمائة زابون بالنسبة الكهرباء ستة ألف ستة ألف لا ستة وربعين الف ستة وربعين ألف ستة وربعين ألف بالنسبة الكهرباء وفيه ثلثة وخمسمائة بالنسبة للغاز لكن أشير بأن انقطاعات هذه ما كانتش بسبب إتلاف الأسلاك احترازية فيه قطع احترازي خاصة للغاز كل الزبائن اللي قطعنا لها من الغاز قطعناه احترازي لتفادي أي خسائر مادية أو بشرية فيها 84 كم من الشبكة الكهربية التي أتلفت وفيها كذلك 137 عمود كهربائي جندنا كل الأمان في المناطق المعنية دعمناهم بكل المقاولات المعتمدة لدينا وقمنا على كل حال بعد 36 ساعة إلى أرجع الكهرباء إلى جميع المواقع المعنية بهذه الانقطاعات كذلك فيها نقطة هامة لابد الإشارة إليها هو وجود العداد الخاص بهذه التصليحات فيه قرار تأخذ من طرف رئيس المدير العام بخلق دي ماجازين دي ماجازين دي ماتريال على كل على مستوى كل ولاية هذا سمح النار باش يكون فيه العتاد اللازم والفق اللازمة من إجل إصلاح الأعطاب في ظرف قياسي نعم كأخير ربما سؤال سيد سالمي مؤخرا تم تدشين أعمدة شحن السيارات الكهربائية التي ستقوم سونالغاز بتسييرها هل ممكن إعطأنا توضيحات كيف راح يمكن المواطن الجزائري أن يستفيد من هذه الخدمة وكيف يقدر ربما يدفع فعل أنه هي عملية أسندت إلى سونالغاز لإجل إنجازها كمرحلة أولى فيه ألف عمود شحن بالنسبة للسيارات الكهربائية فيه ورق طريق لإنجاز هذا البرنامج فيه ثلثمائة عمود سينجز في سنة 2023 وسبعمائة عمود شحن سينجز في سنة 2024 حاليا إنجزنا خمس مواقع في خمس محطة نعم فيه موقع سابلت فيه موقع سيدي الكبير فيه موقع البابور فيه موقع تمز قيدا وفيه معسكر حاليا كل هذه المحطات مزودة بأعمدة شحن وراه تشتغل حاليا راي في الخدمة وكإجراء أولي المجمع تأخذ قرار لكي يكون شحن مجاني لتحفيز المواطنين على اقتناء سيارات الكهربائية هذا سيساهم في الانتقال الطاقوي على المستوى الوطني نعم طيب كآخر سؤال باختصار فقط اليوم تكلمت بخصوص عمليات الاستهلاك الذروة لحقت 18 ألف 18 ألف وحنا الانتاج تعنا 25 ألف هذا في فصل الصيف لكن في فصل الشيطاء الاستهلاك يوصل أقصى درجة 9 ألف يعني شوفش حال يبقى يبقى تقريبا 16 ألف يعني ما تشوفش أنه هذه خسارة ربما لصمالغاز يعني كيف شرح تتعاملوا مع هذا الفائض الذي يبقى هذا الفائض أو هذه السيعة التي تريد غير مستعملة في فصل الشيطاء الحل تحا هو تصدير الطاقة الكهربائية للخارج هناك خطوط ربط مع تونس وعدنا برنامج لتصدير الطاقة مع تونس على مستوى على مدار سنة يعني بدون قطاع هناك شراء من طرف الإخوة التونسيين من الجزائر الطاقة الكهربائية 24 ساعة على 24 ساعة مع عدى تونس يعني مع عدى تونس لازم لك هناك خطوط ربط كهربائية مثلا مع جنوب بلدان البحرية المتوسطة من جنوب أوروبا سواء مع إيطاليا أو مع إسبانيا أو مع فرص لازم موجود هذه الخطوط وهناك ربما في برنامج المستقبلي لمجمع سنة غاز هي إحداث هذه الخطوط ويمكن من خلال هذه الخطوط تصدير الفائز الفائز للإنتاج وخاصة مع ظهور الطاقة المتجددة ليمكن أننا نصدر الكيلواتير الأخضر ربما تكلمنا على كل النقاط الآن ربما أسئلة للجامعة كل واحد فيكم يقدر تفضل باختصام الفائد صح للتصدير بصح الفترة التي تنقص في هذه الدروة نستغل هذه الفترة لكي نقوم بعمليات الصيانة لأنه فيها دائما النسبة من هذا الطاقة ستكون في حالة صيانة لتندر في وقت وين تكون الطالب الأقل مع ذلك يقعد فائد لأنه ستعمل للتصدير يعني ستان جرون بوتونسيال ديكسبورتاشون كما قال لك حتى مع الكيلواتير الأخضر نعم نوسي يوسفي الضغط هذا اللي تعرضت له ربما مع الحالات الاستثنائية وموجة الحر وذروات كيفاش يعني جوزوا يومياتكم يعني ما هذا هذا الضغط شحل من ساعات تشتغلوا شحل من اجتماعات تعملوهم كيف يعني خلينا نعرف ربما الشي اللي ما يظهرش باش يعرف المشاهد ربما ما يقوم به ربما إطارات وعمل سون القاسم والله يعني نحن كمؤسسة ذي الطابع خدمة عمومية ومواطنة ملزمون يعني ومعتادون على العمل 24 ساعة وهذا يعني موش خسارة في خدمة الموات وممكن في بعض الحالات 48 ساعة مندخلوش ممكن ما جاوبت ليش يعني جاوبني بسرعة شحال يعني كنت تشتغل أوروبا نقدر نقولك 240 ساعة ما تخلناش للمنزل يعني كنا مع غرفة التحكم مع الإخوة زملاء كان حتى السيد الرئيس المدير عالم مجمع يجع من الاجتماع ثم ليأخذ بعض القرارات ونغتنم بعض الفرص لنغبط في الميدان لأن في عمال يخدمون ذا تحت الضغط كيشوفوا المسؤول يعني كان تشجيع وللعمال إذن كان فيه الوقت أنا كنا ما بين الإخوة كنا في لصيلون يعني في خلية المتابعة عندما يكون عندنا شوية وقت كنا نهبط الميدان وكان حتى رئيس المجمع كان يجينا ثم كنا اجتماع مصغر يعني لمتابعة وتحذير 2024 بدنا فقط نعذر في 2024 نعم نفس السؤال إذن والله قل لك بل لي فيه ثمين آلاف عون كانوا مجندين ليل النهار أنا من هذا المنبغ نحييهم ونحيي كذلك أعوان الفوروع الأخرى فيه ناس كانت ما ترقج وما ترواح كنا نرافقوهم ميدانيا كنا نرافقوهم دعما لهم بينوا بينوا مهارتهم وبينوا إمكانيات كبيرة في التعامل مع هذه الوضعية والحمد لله الأمور مشت طريقة جيدة نعم كلمة أخيرة تفضل شكرا يعني الشكر اللي نمده هو التفاني تعالعمال تعنا وتجنيدهم المستمر يعني حتى في أقصى الظروف وهما اللي مكنوا من تجاوز الظرف الاستثنائي بفضل تفانيهم في العمل وجهدهم المبدولة تحية شكرا وتقدير لهم سيسيد علي كلمة أخيرة طبيعة العمل على مستوى مستوى المنظومة الكهربائية هو عمل 24 ساعة 24 ساعة على مدار سنة يعني خلال فترة الصيفية لنقوم نحن 24 ساعة 24 ساعة هناك عمل دائم هناك مراكز تحكم تشتغل بهذه الكيفية وكما قلت استغل الفرصة لأقدم يعني تهاني لجميع عمال مسير المنظومة الكهربائية يعني بينوا جدارتهم في تسيير منظومة كهربائية في الحالة الاستثنائية التي مرت بنا خلال أيام الماضية شكرا السيد معزيل السيد علي الرئيس المدير شكرا وصول الموصول السيد نوا سري خالد الرئيس المدير العام لسون القاز إنتاج الكعربة شكرا جزيلا وانتمنى لكم التوفيق إن شاء الله إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة النهار نكون قد وصلنا بدورنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج تسألت أطياب المنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته